عادت أزمة وباء كورونا في تركيا مجددا إلى الواجهة بعد فضيحة انفجرها الصحفي التركي المعارض باريشي أركداش بشأن عدم تخصيص وزير الخزانة والمالية السابق براءة البيراك الأموال اللازمة للانضمام إلى أهلية كوفاكس الدولية لتوزيع لقاحات كورونا المصنعة من قبل شركة بايونتيك الألمانية لقد أبلغني مسؤول في وزارة الصحة أن تركيا لم تنضم إلى كوفاكس للحصول على لقاح كورونا والسبب هو أن صهر الرئيس وزير الخزانة والمالية السابق بارات البيرك رفض تحويل الأموال اللازمة من خزانة الدولة لكوفاكس خلال شهرين يونيو ويوليو الماضيين من جانبه ذكر اتحاد لطباء الأتراك المستقل أن وزارة الصحة التركية لم تخصص أموالا من ميزانيتها لعام 2021 لتطوير لقاح محلي واتهم الاتحاد حكومة الرئيس رجب طيب أردغان بالفشل في إدارة أزمة كورونا خاصة توفير اللقاحات بشكل كاف للمواطنين وقال إن تركيا تحتل المركز الثالث والخمسين عالميا على مستوى توفير اللقاح مما يزيد من خطر تشكل سوق سوداء لبيع اللقاحات ندعو وزارة الصحة لبدل جهد أكبر لتأمين اللقاحات كورونا بشكل كافي خمسون مليون جرعة التي تشتريها الوزارة لا تكفي إلا لخمسة وعشرين في المائة من مواطنين بينما نحن بحاجة ماسة لتطعيم ستين إلى سبعين في المائة من مواطنين أي أننا بحاجة لمائة وعشرين مليون جرعة على الأقل لذلك على الحكومة أن لا تضيع الوقت وتوفر هذه الكمية من اللقاحات بأسرع وقت يمكن يأتي ذلك بعد ساعات من صدور تقرير لموقع توتال أنالايزيس البريطاني أظهر أن تركيا تحتل المركز السابع والتسعين من بين مائة دولة في التعاطي بشفافية مع بيانات كورونا ويعتمد التقرير على السياسات الحكومية المتعلقة بالوباء والقرارات المتعلقة به ومدى موثقية بياناته حيث حصلت تركيا على ثمانية بالمائة فقط لم تكن إحصائيات وزارة الصحة التركية تشمل جميع المصابين بفيروس كورونا بل فقط المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات لكنها وتحت ضغط المعارضة اضطرت للكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين فتضاعفت أرقام الإصابات والوفيات بشكل أثار الذعرى في نفوس المواطنين مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول